هو مستودع الملابسي إذا أريد أن يقلب الفرقة أريد أن يقلبه ويحيد رئيس ويحيد مدرب كيف يديرها تشيد الويداد لا تجد هذه الديمقراطية ويحيد فلادينها على العكس الجار والرجائر يديرها لا تجد حلوة ومني أو كي ترحل مراف محمدية مراف برشيد لا يوجد الجمهور كين مدربين للطواريخ وفؤاد صاحباء يريد أن تقنى الرسول يمسقوا له تلك تيكيتة ويطيحوا القراحة كنتظر أنا وتحديش خصيب مثل ذلك واش هي ربما المقابلة للفرصة الأخيرة نطرح السؤال بسيغة أخرى واش هي المباراة الأخيرة واش الجامعة والإدارة تقنية للجامعة عندها بروفيل آخر الماشد ديال الزامبيا إلى وليد ما كانش نتيجة إيجابية لهذا من الأحسن من الأفضل الله عاون العونت أهلا وسهلا ومرحبا ميتا بودكاست لعدد جوج من الموسم الثاني عدد جديد أنا أرى مواضيع عديدة لائحة وليد القراغي الصراع من أجل اللقب البطولة الاحترافية بين الرجاء والجيش والصراع كذلك من أجل الصعود إلى القسم الوطني الأول بين الكوكب وفريق الدفاع الحسن الجديدي سنتكلم كذلك على الخرجة الأخيرة الإعلامية لرئيس فريق الوداد الرياضي دائما على يميني صديقي وزميلي محمد القردام رحبا بك شكرا حمزة تحية لكتحية للمشاهد الكرام وسعيد مرة أخرى بتوجدناك ولفتي شوير بلاصة طبيعة الحلدة بأخذنا الرياضي للأصل مقادم على الميكرو رجل الجواء التحية لإليس دائما إليس والتقم التقني والتقم التقني العمل الكبير اللي يقوم بها على مستوى تقنية الضاق وهذا الأسبوع يكون معي صاحبي وزميلي عدنان شطرابي مرحبا بك مرحبا أنت والدارك تقيلتين لنا حدنا رجيتين هذه البلاصة شوية بشوية شكرا على الاستضافة بلعكس ونشكروا التقم لدوزام كاملة مرحبا مجهورات كبيرة هنا في الكواليس ونتمنى أن الحلقة تكون اسمه الكواليس حيث يسعبون ما عارس نوعنا مرحبا بكم وبسرعة ميطاب بودكاست ينطلق العديد أول موضوع نبدأ من البطولة الاحترافية الأولى شفتوا هذا نهاية الأسبوع ربما سيناريو كذكرنا بمواسم سابقة البطولة الاحترافية الجيش تعترس أمام مغرب تيطواني جوجوج ما تشفناه كان متحرك جدا وفي برشيد ديربي بدون جمهور ولكن الرجاء انتهت المقابلة بواحد الصيفر قلت لنقوله ريمونطا دا عدنان العام كامل ونحن نقوله مجر جرين الجيش غدم زيان الرجاء مطارد السرعة النهائية ربما هو هذا السيناريو اللي تخضعش فيه الرجاء الرياضي هذا الموسم هو أحسن سيناريو تخضله دائما الرجاء مني تكون عندها واحد اللي بجيكسيف المطاردة ولا نسميه تكون أوتسايدر تكون دائما عندها واحد لاموتيفاصيون اللي تخلى دائما غدا في حل 2019 2019 وفي حل 2014 اللي كان فارق بعيد المغرب تيطواني كان تقريبا سبعات النقاط ولا ثمانية وقدرت الرجاء توصل في الدورات سعيدة وشرين وتجاوز المغرب تيطواني الرجاء ما معمرنا ما عقلنا عليها أنها كانت شي بطولة كالديماري اللي وكتكمل اللي ولكن دائما مني كيكون عندها الفارق النقاط وكيكون عندها تحدي تقدر أنها تبقى دائما غدا الفرق الوحيد هذا الموسم هو أن الرجاء الرياضي مشى بخطة تابتة وسافد من تعطورات الجيش الملكي في الوقت اللي مخسر نهائيا صحيح كانوا بعض تعطورات بداية الموسم ولكن أحسن توقيت بالنسبة الرجاء هو أنه يأخذ الصدارة في دورة 29 وكين سيفدو حدين ما زل نتكلمو عليه في التفاصيل الحلقة يمكن أن الرجاء يسافد لأول مرة في دورة 29 ويختم أنه يربح البطولة في حين أنه يمكن أن هذا الفرح الكبير التي نرى الآن في الجماعي الرجاوية وهذه الاحتفالات التي يمكن أن يكون فخ يمكن أن يكون فخ لأنه نرى الجمهور الرجاوي من بعد ديربيك يحتفل بحلارة ربح البطولة في حين أنه يمكن أن يكون عندها سلاح دوحدين وليس توريك الرجاء يبين أن دائما الرجاء الرياضي في التطورة 29 في تأخذ الصدار وكتدخل دورة لالخرة 2014 تخسر البطولة مع أولام بيكاسفي في الدورة لالخرة 2010 مع الجيش الملكي في الرباط 2005 مع الجيش الملكي في الضالبيضة ومع مع ركب مراكوش في الضالبيضة لذلك الرجاء دائما إذا أعطيتها تكون لو تصيدر وتكون هي لغادا في المرتبة الثانية ممكن أن تعمل جيد منك تعطيها التقيقة فوق من القياس تقدر أنها خصصا أن الخصم الملودي الوجودية في الثورة الأخيرة غير العب على مباراة حياة أو موت تفادي النزول سيعطي كل شي عنده فارق زماني كبير ونظن أن الرجاء الرياضي سيكون 50-50 في المباراة المودي ونظر الملاكي لديه حضود في حالة تمكن أنه ينتصر لفتح في مباراة صعيبة يمكن الوضع الضغط داخل 90 دقيقة للاعب بين الرجاء الرياضي ونظر أن العب الرجاء لا يعرف ما يجري هذا المشارج الإموسيوني البارح في المباراة للديربي من الذي كان الجيش الملاكي خسر في الوقت الذي يتحدث في الوضع على الضغط رأينا أنه مرتب رأينا مع موهوب من أن يخرج فاصفاس يضيع الكثير ونظر مع النفاتي في المباراة يضيع الكثير ونظر وإذا تضرب الخطأ التي في آخر الدقائق وعطت الانتصار كان ممكن أن مغرب تطوانيات كذلك الرجاء يستغل سيمو متصفق ما أدنى هو كيف يقول أنه ربما يقول أنه مقابلة وجده بالنسبة الرجاء مقابلة صعبة جدا ومشي مضمونه ومدير في الجيد وطبيعة حل تبعنا المباراة بالتربية حمزة بالزاب في الإراسة كتبت هذه المباراة نكون متفقين بأن الرجاء لا يستفيد من العميل الجمهور الفارق في سباق اللقب البطولة الدعم الجماعة الفارق هو في حاجة مسائلة لا في المباراة الديربي ولا في المباراة الوجده نحن نشاهد المباراة الوجده ومشي كل جمهور لأنه رغم الإكرهات ورغم المشاكل ورغم الغياب الجمهور الرجاء عرف كيف ينتصر مارتق المستوى تطلعت لأنه الديربي كان عادي جدا ربما لخص في ربع الساعة الأخيرة حمزة الرجاء عرفوا كيف ينتصر يعني ناقشوا المشاكل برزانة بهدوء ما كانت تصرع وانتصروا وكرسوا هذا المصار يعني الكبير جدا الرجاء دي لها الموسم بدون هزيمة خدوا صدارة في توقيت مهم جدا أنا لم أتفق مع عدنا الذي قال بأنه الرجاء ربما التاريخ يقول أنه ما يجير وش ما يكون مفصد الرجاء قدت المصار بني حمزة لأنه خدت نقطة على فريق الجيش الملكي فعلا متفق بأنه المصار صعيب لأنه مات باراج ستذهب إلى انتصر على السقوط والنزول المول وربحت لقب ولكن على أي حال كانت الرجاء يعني المصار بني لأنه الجولة التي دست حمزة الرجاء كان تنتصر وتنتظر دائما الهزيمة للجيش دابا المصار الرجاء واللقب ومرتبط بالأقدم اللاعبين كنظن بأنه الرجاء المصار بين يدها ماش الوجد ليس سهل انتصار في الديربي مهم جدا لأنه الرجاء ضرب أكثر من عصور بحجر أولا خذتي الصدار بفريق نقطة انتصرت على الديربي وكان عفو القيمة الديربي والمعنويات وهذه الاحتفالات اللي غنتفقها مع عدنان فعلا لأنه الاحتفال باللاقب ماشي باللاقب غير ديك الاحتفالية فبعد مبارد ديربي فربما تكون سلاح ذو حد لأنه ما زال لحد لأن ما تحسن تتشاه عدنان العفار العام كامل غادين مزيان أغلب مقابلة تربحوهم المقابلة الخراطية تيتوان شنو في نظارك وقع كيف الفارق ربما حسن عدد كبير من الشباب أخوة كان أفضل لعب في المقابلة وكيف لا يمكن أن يجاري الضغط أو بكل بساطة المغرب تيتواني ربما قام مبارا بطولية من أفضل مقابلة المغرب تيتواني قدام الجمهور لا لم يكن ثلاثة العواميل التي تتعطر الجيش الملكي يوم أمس العام الأول أن الجماهير الملكي أو لديه قرب كبير من تركيبة اللاعبين وهذا لا يوجد مصلحة الملكي من أن يكون نفس لأن قبل المباراة كان حديث كبير في موقع التواصل الاجتماعي على تنقل الجمهور وما سيكون وما سيكون واختار حديث جانبي الذي لديه علاقة بالكورة وهو أحزاب سياسية كذير بلاغات من أجل مطالبة لم يدخل لأن تباع لارا دارولينا خصوصا إذا كان لعب مؤثر بالجمهور ومعام الشعبوية نفسيا لاعبين الجيش الملكي لم يدخلوا جيدا في المباراة الدليل أن مع أول خمسة دقيقة يتلقون هدف أول وكان هدف ثاني باتجي لو لا تدخل البنابيل هذه النقطة الأولى النقطة الثانية هي أن المغرب التواني حتى هو هذا الضغط الذي كان في التواصل الشماعي وماذا سيطلب البلس بوار ومغاريج ومكي تريني وماذا تشكيك بين الضفرين لأن لا تتعفق مع النزاة هذه المغرب التواني خلت أن يديرون 100% 200% هدف الحاريس والحاريس في مقابلة كبيرة هدف الحاريس لأن يقولون باتجي وفي مباراة كبيرة وفي الأخر كان يضيع الوقت هدف الحاريس وفي الأخر هذه النقطة الثانية المغرب التواني واللاعبين كيف مقال جرين وفي الصحفية سوقوا نفسهم ردواني وباتجي وبثالث اللاعبين سوقوا نفسهم لأن فريق بحل المغرب التواني لا يستطيع رملي في هذه السنوات الماضية لا ينفع على المرسيب الأولى ولكن هنا للاعبين الذين يصحقون في المرسيب الأولى لذلك يستطيع مع الراجعة مع الراجعة مع الولاد يستطيع أن يصوق النفس وهذه النقطة الثانية النقطة الثالثة والذي تضرر منها جميع الأندية وهي نقطة البرمجة لا يمكن أن الراجعة الرياضي سألقون في واحد الرسم يتعرضون يقلصون شهرين نحن نرى حتى فيزيك لعبة لا يوجد نفسهم يتعرضون ومتابعون مدة طويلة خصوصا أن منافسة خارجية الراجعة حثمت أهلة الأول والعام نداز والجيش الملكي تقصص موبكيرا حتى العامل البداني والعامل للعشاق خلأ أن الجيش الملكي كان يوم أمس متوسط في الشهو الثاني قدر أنه يضغط خصوصا مع الفرديات زحزوح التي تسجل هدافين من المستوى العالمي المستوى رائع التغييرات والعمق لذيكات البودلاء الجيش الملكي أعطاهم وحد دفعة هجومية مع حمودان مع داكيتي ولكن المغرب تيطواني والدعم الجمايير خلأ أن مصلحة البطولة في مصلحة الفرجة تسعادوا لكي يعطي فرصة الآن باش ليس سيناريو كيتقاربون عنه واضح المقابلة ديال طورة 30 غاديرجع اليوم في الحلقة الجانية إن شاء الله ديال ميطا بودكاست غندوز البطولة الاحترافية الثانية والتي لا تقل تشويقا المستوى أحسن من مقابلة الديربي الذي كانت برشيد مثلا كانت أقل بكثير مستوى قوس بين قوسين الديربي في آخر سنوات وهذه نقطة سيليبيم تسجل في الجبين للأصباء الحترافية الديربي لا يوجد الحلوى ومن يترحل مراف المحمدية مراف برشيد لا يوجد الجمهور هذه الحلوى الديربي هذه الجمهور لا يوجد لك وراء الأول لكي نظرون الجمهور لكي نظرون الحلوى الديربي في آخر سنوات دبالواجهة البطولة الوطنية هي مباراة الديربي بانسك أنا ممتفق معك هذا غلط كده كان مقابلات سويقيا سويقيا نظر بأنه الديربي تسوق إعلاميا هو الواجهة البطولة الوطنية كانت تسوق الناس العام كامل أنا رأى البارح شفت النسب المشاهدة المباراة الديربي رأى مرتفعة جدا الناس اللي تبعو الديربي في توطار كانت ثلاثة المليون اللي تبعو الديربي عادي لأنه فجوش فراقية ديال أكبر مدينة في المغرب ستفرجون كل شيء وكانت مباراة ممتدر وبدك وبدك اللي كون يشفنا بها الجمهور ما كيش في برش ديربي كون كالجمهور وكو كان ضروف ستكون شيء غير رازع ما بكورة خلينا بالجمهور جمهور كيش كي تفرج لا بكورة ما كينش كورة عادي دائما على امتداد تاريخ لأنه ديربي أنا ما زال عقل عليهم بطول ديربي البطولة العربية دير كاس العرش تاسع الواحد والديربي دير جوج مراكش هدو مليش نافيهون كون لانجمهور اه الاخر الاخر كامل تعدو رأى الماتش ديال برشيد كان يسالي بتعدو لزا ما على شوية حتلوق من مي الصحة الاخبار اللي وصلت بها الحالة دياله يعني مستقر 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 كان كان اصابة على مستوى الكتف غيره وغادر المي الصحة يعني بعد تحوص هل يصحبون الراس لا 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 تضرر في الكتف دياله بالنسبة لديربي يا حمزة كما تحدد تعليفة الديربي كنا نتمنى وشوفه بالجمهور كنا نشوفه ببستوى احسن الديربي اللي شفنا بها البارح وماذا دراجعوا لها السيمو وماذا دراجعوا لها راجعوا لبطولة احترافية جوج عنا مقابلة في نهاية الأسبوع مقابلة قمة من سيرافق الكودام من سيرافق الكودام دفاع الحسن الجديدي الكوكب المراكوشي كيش كتشوف الماتش مباراة الموسم لأنه مباراة الموسم ولكن امشي معك انا ما نقولش برونوستيك ولكن على الوراق وش متيبالك بللي جديدة ربما نشوف على الوراق انا غنهار معك على الوراق الماتش اللي داز فؤاد صحابي كان عنده اول ماتش مع الكوكب الحد ديالو وضعوه في مباراة ديالديربي مع التفاق والكوكب ربحوا تافقينيك ربحوا وجديدة كانوا رجعوا بنتيجة سلبية من العيون مع شباب الماسيرة وبالتالي هو اللي زاد شي كون جديدة جابت انتصار من العيون كان ما غيبقاش بهد الحيد داد المنافسة في الجولة تابعا تتضمقات تابعا عندك عندك الكوديم عندها 55 عندك جديدة عندها 50 الكوكب عندها 47 وقبيل رانسيتي واحد فرقاراتها هي لعب على الصوت تحال الاسلامي الوجدي تابعا الماشي اللي جاي لعبين نهار السبت مع الخمسة السبت مع الخمسة جديدة مع الكوكب في حالة انتصار جديدة حسيمة الأمر وطيع الشك بالياقين لأنه غيبلي المباراة الجولة الأخرة شكلية والسيناريو الثاني هو الهزيمة دي الجديدة لأنه في حالة هزيمة جديدة غيبلي جديدة عندها 50 الكوكب عندها 50 وغنشوف لتحال الاسلامي الجديدة هي لانتصار غيبلي عندها 49 وبالتالي غيبلي تشويق في الجولة الأخرة أنا بنسبة لي مباراة دي الجديدة وأقرب غيبلي هما الكوكب الجديدة بشكل نوع بآخر حيث غتكون مؤجزة أنه تعطر الكوكب وجديدة وتعود تربحتي على سنة جديدة أقرب كل شيء كل شيء لا هي ممكنة مستبعد غير هو المصير ده بللي كيم أحسن سيناريو أنا بنسبة لي هو جديدة لعبة في الجديدة غادي 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 تحييذ كل هذه الحسابات وغادي تحييذ الضغط وتحتفظ بالصعود في تيران دي لأن الجملة الأخرة ستكون الخارج عندك فرصة تحتفل مع الجمهور ديالك طب الحل وكما البرح كنت تحيي وحد صديق زمين حمد مونير في الجديدة اللي متبع الأخبار ديال دفاع حسين جديدي الجديدة غايتستفد من القادية لأن الجمهور ديالكوكب ما غايتش فالما جديدة غايتكون غير الجمهور ديالجديدة وبالتالي غايتكون فرصة لتحييث هذا هو الخبر غريتلغه غريتلغه لأنه تكون موهي هذا هو الخبر موهي موهي في انتظار ولكن كانت قاموا وبارة صعبة لأنه شو تتصريح ديال فؤاد الصحابي كنا عرفوا فؤاد الصحابي تجربة ديال فؤاد الصحابي مع مجموعة من الأنذية اللي دائما يعني كين مدربين ديالطوارئ فؤاد صحابي أبغين تقنم الرسول اللي يمسقوا له داكلي تيكيتا ديال لأنه يطيح الفراحة كنتظر أنه تحديش خصيب النسوالي لو كيلي كيقول بأنه مدرب ديالطوارئ أو تانيا حمزة ربزاف ديال الفراق فؤاد الصحابي اللي كان سبب لأنه كان سبب ديال لبزاف ديال فروق اللي إجاف فترة واللي يعني كان خلّهم يطيح أخا برونوستيك دير جديد الكوكب أنا كنقول تعدون تعدون أخا عدنان كيف لك الماتش هو أبار البرونوستيك لتنا كم شماسي محمد في سيناريو ديال تعدون لما نشوف أن ممكن الجامعة عطلت شوية ذلك القرار ديال الماتش باراج لأن هذا العام كان مستحق أنه يكون ماتش باراج لماذا القسم الوطني الثاني كنشوف أنه من غير نادي المكنسي اللي مشى بلسانسور دغياء وكان قوي وكان يحسن المباراة دياله عدة أندية كانت تستحق أنها يكون عنده فرصة ديال تلعب ذلك القرار عندنا الآن الدفاع الجديد يقدر يقدر العودة السريعة على القسم الأول لو كيف بموراكوشي المجهودات ديال الموسم كامل ممكن أنها تلعب في أخير دورة الاتفاق المراكوشي كان في وقت بدمزيان ما يخرج الاتحاد الإسلامي لوجدي عندهم حضوط ديرهم ولكن مني نقارن هذه الأندية التي تنافس على الصعود ونرى ربعات الأندية في القسم احترافي الأول نقول رخص يكون ماتش باراج هذا الموسم وقانونيا لا يمكن لأن القرار خرج ستنفذ للموسم المقبل ونرى القسم الأول المراتب للأخرى كل شيء يلعب على الطيوح ونرى واحد لا يوجد النقطة في آخر الدورة الموجودة خسرات المحمدية خسرات سوالم خسره مع بركان ووقف تنفيذ لأنه محط لسطنوقات لهم يحكم لهم بها الآن في القسم الثاني الجديدة ما سياربين لديها ولكن عوداتنا الكورة المغربية وعودنا اللاعب المغربي أنه من يتحط تحت الضغط غالبا يكون عنده تخوف الذي يقول لك الله أخويا نخرج بسعاد أنا عندي لفونتاج على الآخرين ونجعلها ومشي سيقصدها ولكن في اللواعي سيكون متحفيد أكثر عندما في القبائل قبل تتحدث عن الويداد نجحين الويداد تكلمنا عليها لحد الليداز وإلى عقل سيكون نطرح السؤال من هو البروفيل المناسب لرئاسة الويداد بعد الخروج الإعلامي ديال السعب المجهيد البرناكي عند الزملاء ديالنا في راديو مارس أنا عاود نطرح السؤال سيمو قرضا وشي البرناكي والبروفيل المناسب لرئاسة الويداد بعد الخرجاء الإعلامي لماذا ترى وانا بالنسبة اليما شوف حمزة حلطحت عليه سؤال السينكارية لا ماشي السينكارية اذا كإعلامي ما عاد كيف قوش البروفيل المناسب أنا غنهضر للخروج الإعلامي ولا شنو اللي قال بالنسبة البروفيل فيمكن المنخرطين مؤسسة منخرط ولا الجمهور لا البروفيل تبعا الخرج الإعلامي ديره وانا بالنسبة شوف أنا ننقش الخرج إعلامي مناسب للخروج واش من خلال هذا الخرج الإعلامي بغاية يلوح الضغط على اللاعبين لأنه فعلا كنقول لا دخان بدون النار مادم هواش بد هذك المشاكيل و هذك الأمور اللي كين ربما بغاية يلوح الكرة على اللاعبين لأنه عارب بأنه ديربي فورصة باش كون رد فعلا من اللاعبين ديال الفارق وكان عارف القيمة ديربي التوقيت معاش أنا أعتبره غير مناسب الخروج الإعلامي في ديال الفترة ولو أنا من جهة أخرى هذك اللي هدر عليه البرناكي رخص خص تطرق له لأنه كما قلت هو أمور خطيرة اللي تحدث له ممكن نقش عدنان باش يقول لك بأنه كين اللاعبين تسوني ديال الفارق كبر عليهم ولا تقيل عليهم كين الهزائم الهزائم كيقولك الهزائم بفعل فاعل هذي بفعل فاعل إذن شكو له المصلحة فيما في هذي هذي فاعل فاعل هما سولوا قالوا له قلنا هذ فاعل شكو له وقالك ماشي الوقت المناسب واش الويداد اخترقت يعني تزام الاختراق واش كين هذي صير على رئاسة ديال الفريق هذ نتائي السلبية ولت وسيلة من أجل تغيير هزائم الويداد هي الوسيلة الوحيدة من أجل يعني يعني من العربية تعربت كين شي واحد بغي الويداد تخسر باش يحفر الويداد باش البرناكي ماشي بحال يحفر الويداد واش هذوك اللاعب اللي جيت قبل المات شو كتتهم فيهم لغدا نرى تلحس تتعانق معهم هذا ليس نرى ما رأي رأي باللغة الكورة وانهم يحفر يحفر عندما صورة البرناكي في النجلون لم يكن لها اللاعب لم يكن لانجم لانجم ولمشكلة لانجم وإذا ترى جيد في الويداد كان يحفر كان يحفر كان يحفر كان يحفر كابتان لانجم وانجم وتتعانق الخنوس وانجم للاعبين لسؤال للاعبين لهم انتقادات لا دعم طرف الجمهور لا يبدو لو想 تقرأ الخروج للبرناكي لا يوجد المثال أو نقرأ بالاحداث وفي الواقع إذا سعد النصري 10 سنوات لم يكن كان رئيس كان بروفيل وكان مدراسة سيريا مدراسة سيريا يجي حاجة الدنيا على المستوى النتيجة الرياضية وهنا سنأخذ نانسي محمد الذي قال لك النتيجة هي التي ستجعلنا نبدل النتيجة في الكورة المغربية التي ستجعلك نبدل وإذا ستكون لسخيك شو غادم جيد وإذا ستكون لفرماسيون غادم جيد سنخسر الجمعات المتابعين سنبدأون نادي ونبدأون رئيسي كما متتبعين عندنا لم يشفنا بعض المبارد للويداد الآخرة واضح يقول لك بأن هنا شي حاجة مشيئة لكن هذين العيبين هذين العيبين الذين وقفوا سانداونز ووقفوا تشارج يأتي بأداء رائع في نفس الموسم ومنسوم ومنسوم لكي تقصوهم في الطور الأول لأصباط الأبطال وكي تقصوهم على السؤولة في كاس لارج وكي يبعدوا منشط بطولة دروري كما كان عرفو وكانت تفرجوا في كرة كان عرفو أنهم السوداء الملابسي إذا أريد أن يقلب الفرقة ويقلب ويحيد رئيس ويحيد مدرب كيف يدير هذا الشيء زيما نحن لم نقول لك أنهم داروا غيما نقاش نظروا كأنه لا يمكن كان عرفو البطولة هذين يدير في مراحل تاريخية من البطولة الاحترافية زيما ممكن زيما هالتساؤلات هالتساؤل التي تطرح هو مشروع وليني ما خصش كنظن أخلاقيا نستهدفو لعب بسمية ومدون شككو هذا لأنه هاتش فيه أنا نقدر مشي بعيدة بالنسبة لأي واحد صفية حسابات لا صفية حسابات وجنائيا غير قانونية أنك تجربت بسمية لعب وتقول لعب لا غير هو انت واحد لعب هدرت عليه قلتي كيدخل شي حاجة للملعب دي البجلون وكيدفيلاتات وكيد مشاكيل وكيد هذا ما عشان حلقة سي العافية أنا لا أنا ما عنديش إشكال أنا قلت لك قبيلة أنا ما عنديش إشكال إيكس ولا إغريك غير يأخذ الويداد هذيك تبقى المؤسس لمن خارطة الجمهور ولكن ما دم بأنه ذاك المشاكل كينا في الويداد ونفلتات كينا في الويداد رأيك انت هو الرئيس دي الفارق ولكن واحد قادير انت هو الرئيس دي الفارق إذا انت فيك مشكل قل القارع لاش ماخديتش قرار مع ذاك الله باللي في نفس الوقت حضور البرناكي كإسم واحد وواحد في الساحة في غياب ربما وجوه مريحة الجمهور في الشروع لا تحت فيهم خرج دواء لا تحت فيهم الواحد اللي خرج وليدوين عليه الحلقة لا مدواج ولكن رايقدر يكونوا دافعين الواحد اللي دوين عليه الحلقة لدازت هو أنس وغير قانوني وغير قانوني وهما داروا في البالاغ راش في ناي أي شخص اللي غيتقدم شوف بستخددد بس يكون قانوني بس نكونوا واضح يعني حتى الإسم Buddy عن حق سالبرناكي يخرج يدفع على رسول أنا هو بوحد Việt ما باهي إسم منه حيث الجمهورة ال이다 بغي إسم منه علش لأن ال이다 تاريخيا ديما كيعيش فيها وكيحكمها بروفيل للراجل المسيطر مع سعيد النصري مشات سنوات الويداد ما كتليقش لها الدموقراطية وهذا الشيف لها دين ديلها على العكس الجار ديله الرجائرية دي كمشي في الدموقراطية ومعنوش مشكل كل عام رئيس الآن الجمهور الويداد أو الجزء من الجمهور الويداد من بعد المشكلة موقع سعيد النصري ورحيد له يقلب لا يقلب لها الدراليجال برناكي مع الزملاء في راديو مارس ال�олжمهور الويداد لا يقلب لها الدر perspectiva والإدارة الرياضية والإدارة الطبية والمرك이트 لا الجمهورة الويداد يقلب على البروفيل قريب للنصيري البروفيل اللي عنده الان مع ممكن نوع من الشباوية اللي كيم شباهي إشام عيس منها هو اللي باغيه ولكن قانونيا لحدود السعب معندوه حق يترشح لان جديد انخيارات في الويداد في القانون كنا سنتين وشفنا الجمال عمد المولودية الوجودية اللي تلغى ولا ذاك الانسيخة بتلغى على قبرات القضية لذلك الان البيت الويدادي داخليا يعيش تصدوعة وهدي بينها واضح ان الولد سكول المدرسة القديمة دي المسيري نرجع اللي هما أكرام اللي هما الفشتالي ولكن هاد الناس حتى هما قانونيا واقعين في واحد المشكين واش تسدات عليه واش هما ما ما بغوش عشر سنين ما نخرطوش من كترجع بدأ عشر سنين وكتنخارط ما كيكونش انديك الحق تصوش إلا بعد مورور سانة دونك الآن في هاد الفترة هذي إلا كان شي واحد غدي يدوز بتوافقات غير قانونية هذا هو الوقت لانه لمشى السنة المقبيلة وبقال برناكي سانة أخرى غير يدخلوا الأعميدة للويداد اللي هما اللي كان هادروا على أكرام وكان هادروا على هادونا الناس اللي مشي وبروفيل واحد عندهم الناس اللي معاهم عندهم داعمين ديرهم لذلك نشوف أن الجماهير ولا جزء من جماهير الويدادية الآن تناقي الشخص كتقلب على واحد البروفيل اللي هو إلا جيشي دابة سيبورتاغ هادوان مغربة عدنا نورمال هادوان مغربة وكين إلا ستولنا دابة مش جيئة ويداقنا لي هل يريد أن يتمنى؟ ما يقول لك هس عنده بروجيك هس عنده حب يجيب فلوس هس يجيب فلوس؟ كي كلاسية الراجة صافي بوضوح كي كلاسية الراجة هادو شخص يبغي هادو شخص يبغي لأن الموشي جيء ولا الجوزء من الموشي جيء كتغلب علي الشعبية أكثر من الاقلانية إلا جينا نشوفه الآن سوال واش أيتمنى قدر يجيب فلوس؟ لا لا يوجد رئيس المغرب يجيب فابور لا لأن نشوف الوضعيات الشباب محمدية شباب محمدية وغرقات وغرقات وعادة النزاعات ومثال الأمور يسهلون يسهلون ولكن الويداد أكبر من المحمدية ودابة إذا رجعنا للور وجينا نشوفه إلى حيّدنا أن هناك عالي تتكلم بها ساعة مجال البرناكي أرى الخدمة التي يدير يشكر عليها خدمة خرج الويداد من القانون وديرها قانونية وليس لم يفهم لماذا أعطيها أعطيها 4 سنوات يجب أن يحدث لماذا؟ لماذا؟ لأن هذا الإجرسيس الديمقراطية في الويداد تفقد 10 سنوات يقول أن هذا الجامعة ملاقية للليمان هذا هو غير قانوني مطعن في تواح مطعن في تواح هو ممكن لأنه نائب الرئيس أذكر رئيس أول ولكن أنا أعذر لأن المنخرطين للويداد 10 سنوات كانوا بعد للساحة لذا بعد يكتشفوا المداخي القانونية هذا الكلام يمكن أن تعلمناه و يصبح مطاعب مطاعب و يستطيع أن يكون مطاعبا يمكن أن تقوم من المنطقة و يقوم بها بين القوسين و يحارب مع مطاعبا و يعمل و يعمل و يعمل مطاعبا أحد أسان مدرسة المسيارين بعلم معسكر العلم و والناس الذين يمعون الأندلوسي أساس محفوظ إسام الإبراهيمي ولكن هذا من بعد البرناكي الذي سيجعله يقول له أنه سيقوم بتأكد البرناكي سيقوم بمشي لأنه قال لك أنا لا أريد أن نكون رئيساً أرى قاله بشكل واضح إذا كان سيأتي مدرسة شبيهة بمدرسة الزياج وتبني أسوص التي توقف عليهم الويدات مرحبا وكذلك حصل الوقت حصل الوقت الذي سيقبله الجمهور وكينكاس العالم الأنديا سنة المقبلة ربما سيبب لك ربما وإذا كان سيأتي رئيس إكس بروفيل إكس سيأتي الوجب السريعة سيأتي الامريكاتو في 15 للعاب سيأتي بمدرسة وكل شيء ستسالي عام تتقوا بي وليس جلالية السريخ الويدات ممكن أن تخرج منها بطاقة سيكون أصعب واضح واضح عندك من ضيفة شيء الويدات؟ سوف أكملها قل كل شيء قال كل شيء مزيان أن ندوزل الموضوع أنا بنسبالي الأهم لأنه طبع هذا الأسبوع هذا هو منسأخاب الوطني الذي سيأتي المقابلة الزمبيور سأقوم بعمل فلاشباك الأسبوع الماضي كانت الأيحة الوليدة قرأتنا و تبعتها كاملين بلا شك مدامعك أسهمه عندك ربما تحفظ على اسم حضوره وربما تتمنى أن ترى أسماء أخرى قرأة في اللائحة وتستطيع أن تتكلم ليها خط بخط ما هي الأسماء التي تتمنى أن ترى أو لا ترى بالنسبالي بالنظرة أولية على اللائحة حمزة كيبلي بأنه اللائحة متوازنة اللي كيستحق تواجد في المجمل في المجمل أشوف أغلب الفترة اللوائح اللي كيتم الإعلانة هذه المنتقب كيكون نقاش على اسمه لاجوج ده باك نظن حتى حتى الندوات الصحفية اللي جات من بعد اللائحة مكاش التساؤلات ديال الإعلامين أنا تبعت تساؤلات مكاش علاش عايتي لهذا أو لا هذا كذلك سؤال أو لا عادي أنا كنقول في المجمل اللائحة المنتخب الوطني المغريب كان نظرة أولى كيبلك بأنه أغلب لاعب اللي كيستحقوا التواجد مع المنتخب وماذا اللي تم المنادة عليهم حتى في حتى في يمكن في لوائح السابقة كنا كنشوفوا اللاعب اللي كيفتاق التنافسية ولا لاعب موصب مازال الشكحة والمشاركة دياله كيتم المنادة عليه أنا كنظر بأنه والدرق راقي والدرق كي يعطي كنقول لي يعطي لي كل ذي حقين حقه اللي يستحق التواجد واللي كيتواجد العودة ديال قبل منا واش عندك نفس الانطيبع وغانا عرجا نظر معك على السيس مبدئيا نفس الانطيبع بحرية ما تخصو يكون اللي كنتحفظ عليه هو عز دين اوناحي في نفس الخط اللي عز دين اوناحي غائب عن المنافسة في المدة طويلة كي يجي وما كيجيش امين حاريت اللي هو النجم ديالنفس الفاريق في الوقت اللي كنتكلمه على منتخب هيت المنتخب شنوه لفوق ماكتشويل تقول لي دابك يلعب مزيان ولكن إذا كنا غنبقى ونعيطه على لعب اكس اسم لأنه دار معنا المنتخب ماكتشويل ماكتشويل مكتشويل يقدري كو اللاعب مزيان مع المنتخب وماكتشويل تزيج تزيج كيكون مزيان مالك يبنصننن ولكن ماهو المشكلة اللي ممكن عندي مؤاخذة على الرقراجي الرقراجي الآن في موقف لا يحسد عليه لأن فالهجوم جميع اللاعبين دياله أطقام جيدا قرب كبيرة أيوب الكعبين الاصاري الرهيمي الإشكال الذي يحدث عن رقراجي أنه عاطفياً لا يمكن أن يخرج من الإنجاز المنديال ويقول إنجاز المنديال اللاعبين الذين وصلوا إلى المنديال وبدأ يدخل قليلاً لكل كلاب فرمي الذي نرى في المنتخب إما مع إيرغفيرونار إما في مرحلة قبل مع أونغي ميشيل وهذه المفهومة لأن رقراجي من المدراسة الفرنسية تتكوين في التدريب الفرنسي بالإضافة إلى أن هذه التكسيكو تكسيكو تكنيك رقراجي محدودة لأنه يمكن أن يخرج من التكسيكو تكون قادمة ويقوم بإيجاد الفعل طرحنا للأفريك ورقنا بإيجاد الفعل لأننا نلعب الكرة إذا قد نرى الخطوط كاملة لديك غاليزة أغرادية لكي تنبني لكي تنبني الكرة لكي لا يوجد حرائمات ربي حرائمات هو أحسن واحد الذي نستطيع أن نتعرفه في مدرسة والذين يعرف كيف يوقف في ميديو التغالي أرقامه يمكن تتكلم عليه أداءه مع الجيش يمكن أن تتكلم عليه ويقدر يبني لي اللاعب في مكان ماتنا نشكون في اللائحة؟ لا ماشي في مكان أناحي في اللائحة ولكن في التشكيل الرسمية إذا جينا نخرج ملكات آن كات آن بدوبل بيفو كات دوت خوة آن يقدر نشوف أن أمراب الدبرة موقفة المباراة لم يكن مقابل الأولى ويكون لأنه إذا كان المنتخب هو فورم أكسيوال خص حريمات يكون وإذا كان رقراقي ما عندوش مشكل محريمات شخصيك في مجهو في نظو الصحفية وفقط من مشكل القناعات ما هي هذه القناعة وما هي القناعة التي تجعل حريمات خارج لائحة 55 التي كانت قبل كأس إفريقيا للأمم 55 اللاعب لا يمكن أن أتقبل وتشي واحد أنه لا يوجد بلاسة فيها الآن الكورة في ملعب الريقراغي وممكن سنوصلوا لهذه النقطة التي يفعله هي أخير فرصة ولله ولكن لا يمكن أنه يزيد غلط كسر لأن جميع اللاعبين المتقلقين إبراهيم دياز اللي توجب أصبحت الأبطال الأوروبية وجميع اللاعبين الأخرين في مراكز الأخرى غادين في المستوجيين والنقطة مهمة ونقطة خطيرة أن كأس إفريقيا غادوك تقرب وماذا قدرت بعد؟ نحن نرى ولكن نرى كأس إفريقيا وكأس العالم من بعد لا شيء فقط مصروع رياضي مصروع دولة ونخارطها فيه الدولة بجميع أطيافها رياضياً سياسياً اقتصادياً حتى تجهيزات غادية وخدامها بشكل كبير لا يمكن أن نرى هذه الحفلة كاملة نرى ونخصرها بخطأ تاكشيكي ولا بقصوحية الرأس الواليد اللي نعطيك لسيم محمد حتى هذو اللاعبين كثار دير المنتخب الأولمبي اللي حيدناهم من السكيسيوي عندي اليوم عسيرات حتى وليد حمزة كنت تكلم عنه غانم سايس حتى وليد كممشو الغانم حتى وليد أنا بنسبة لي من بعد كاس العالم ركنه أخطأ اللي ترتكبت على مستوى الأسباء اللي كيتم المنادات عليها يعني أنه كان في بعض الأحيان نحس بأنه وليد ربما يتعامل مع بعض اللاعبين بالعاطفة من بعض المنضية دابا كيبان بأنه هناك واقعية في المنادات علي اللاعبين بالنسبة للغانم سايس الحلقة اللي داز كنا هضرنا حمزة وواش قلت لي واش تنتظر العودة ديالغانم سايس وانا نزيدك عليها واش تتطفق مع العودة ديالغانم سايس بالنسبة لي أتطفق اي لاش؟ أتطفق لأنه أولا نعود رجع أولا ثانيا غانم سايس غانم سايس هذا الجانب أولا كبيرة بالخمارة أولا صغيرة بالخضارة أولا تجريبة طرص في الاجتماعي محتاج لأنه لا إحدا بكت بجمع باللاعبين ديالخبرة ولاعبين ديالتجربة غانم سايس نحن محتاجين التجربة ديالغو على مستوى خط دفاع واش فينا مشاكل اللي عندنا على مستوى خط دفاع وكين حتى العودة ديالغو كنعرفو هذا كمستوداع الملابس اللاعب اللي عنده شخصية القيادية داخل مستوداع الملابس ومحتاجين حتى العودة ديالغو ديكتي قام بين واليد الرجريقي اللي قدر نسولك وش سايس في نظارك تتوقع أنه سيرجع كعميد في أونس ديبار اللي يدخل في تشكيلة الرسمية أولا بكل بساطة سيكون حاضر كعميد كقائد في مستوداع الملابس وربما يقبل بدور أنه يكون في دكات الحسيات وشفنا هذا النموذج هذا مع العديد من المنطقة سؤال محواري لأنه إذا جئنا نتكلموا عليه نفس السؤال نطرحه على زياش وش زياش غادي قبل ضيل تراجع المستوى دياله مع ارتفاع المستوى ديالباقي المواجمين يكون في البنطوش أنا ما كان نظنش أنه زياش بوحدو سايس نطفك أنا بالنسبة لي العودة ديالغانم سايس على مستوى الحوضة يعني كشكلة الرسمي أنا كنقول بأن حتكالي عندهم ملاحظات تقولك أنه سايس إذا بغيت يطلع مثلا البلوك ربما غتتعدب مع سايس لأنه بدنيا ما بقاش قادر يساير واحد الأنظمة اللاعب اللي كيكون فيها دفاع متقديم ربما كي الباديل ديالو الباديل ديال سايس مثلا اللي غالعب بلاستو واللي غتكون فورصة لأنه مازال عنده سنوات بأنه ربحوا اللاعب المستقبلي اللي هو الشاديرياد الشاديرياد مثلا ولكن حنا في هذه الفترة هذي اللي هدرك ميلا عدنان كاسوه بتراقي عن الأبواب نساو ذيك القضية اللي كان قرق راقي في آخر عنده مقابلة موريطانيا من قال أنا أقتعنات أنني غادي لعب مدافع كي لعب برجل يمنية مدافع كي لعب برجل يمنية نظر أقبح من الزلة لأنه سنوات ونحن كان لعبوا بجوجة عنده مرجل يمنية ومع مرة كنا نحضره على هذا النقاش ونحن لعب برجل يمنية ستنافونتاج لا يمكن أن أنا غير حيث يخصني واحد عنده برجل يمنية يكون وخه هو أضعفهم وعندي جوج كي لعب برجل يمنية مزيانية ونحن نضع فيوم واحد ونحن نضره على سيس سيس فين كي لعب دابا دوري الساودي لماذا لا يجيش لياميق؟ في نفس المستوى ولياميق مع بلوك تالع ومع منتخبات إفريقية الآن للياميق قطع إفريقيا طولا وعرضا مع الرجاء الرياضي وحتى ما أولم بيك خوري كان ينفس في نفس المستوى فهذا الشهور الذي يبقى وفي هذا التوقف الدولي الذي يبقى يحدد القناعات له من هنا وفي هذا التوقف الدولي ماذا يبقى يكونون مزيانية ويبقى مزيانية في فيل أماميق ويبقى أن يكون مزيانية وكيف تفكير له من الأشكل أنه مرابط فيها وإن هذا الشهور الذي يبقى مرابط يمكن أن يكون إبراهيم دياس وإبراهيم لأن إبراهيم في آخر المباراة يجب أن يلعب كل شيء إبراهيم كان حرب بأحد طريقة غير مقبولة ولكن إبراهيم مع ريال مادريد في مياميق المشكلة هنا أن نعود إلى زياش ما زياش؟ يقدر الواليد لأنه ليس غير الواليد رونار هو واحد مشكلة مقاعمة من يحيد زياش ما سيقدر الواليد يقول زياش آجي؟ ستقلس حيث في الإحصائيات إبراهيم حسن منك في الإحصائيات نستطيع أن نعمل معدلي والرحيمي في الجنب وأنك أنت بلصة أخرى وحاول أن يجربها لأن الواليد وحاول أن يجربها حاول أن يجربها مع جنوب إفريقيا في المباراة التي خسرناها في جنوب إفريقيا وكان حاكم زياش واحد من أضعف اللاعبين في هذه المباراة ثم هنا الواليد الذي سيحكم عليه في التوقف الدولي المقبيل هو الشجاعة افتخاذ القرارات مع السيس ومع زياش أولاً كأشخاص لأنه لديهم بروفيل قويين في ذلك البودلة ولا يمكن أن يزعزعهم وكذلك مع الرسم الطاكسيكي حيث الواليد الذي نعرفه مع الفتح ومع الويداد كارتان كارتان هل تطرح؟ لا تابع السؤال الذي تطرح بخصوص وشقة لعب الكعبي ونصاري في نصف جواب قال الرقراجي لأنه وقد يمكن أن نرهوهم في جوش قد كدو تظن أن ربما إننا نرى شيئا جديدا في هذه المتشاة نحاول الشغل عليها هي باش نرهوهم في جوش كان واحد الطرح هذا كي ضيف بزيف تحس أنه أنا أحسون هذه هي رسالة لكي وجهه الواليد الرجاجية الكاميرا كان هناك خطة التي تقدر الواليد تلعب بها مخير وتلعب بها هذا الجوج وتستفيد من واحد اللاعب الذي لا يستطيع منه وهو أصرف حكيمي تخوة 5-2 تخوة 5-2 ستلعب ثلاثة فلاكس وذلك لا يكون لديك نيقاس وشكل لعب لغوشي أو لليمنية وعندك شادير رياض وعندك أغاد ويمكن أن تضيف معهم أصرف ضاري الذي راجع مزيان ولاعب قار وذلك سعى أنت حر ويمكن أنك تلعب حكيمي في ليمن ويكون ممتاز جدا ويكون معه قبل منه شوية إبراهيم دياز ويستطيع أنك حتى إذا كان مرابطه لأوناحي وحد فيه مضعاف سيكونه في البلوك مسدودة لهم شوية مغيبة ويستطيعون الحرية والأرياحية للكعبي والنصيري ويكون عندك الراحيمي أكبر عدد في وسط الميدان أكبر عدد في وسط الميدان وأكبر عدد في قلب الهجوم ويكون عندك الراحيمي وعدلي في الابرونتوش يمكن أن يكون في أي لحظة في داخل المدينة مباراة هنا سوف ترى الليسر ما سيكون مقتنع بمزراوي وخاوة يلعب باليمنية ويقسنع بها في قلب دفع وما سيقسنع بها في لاتغال أولا ما سيعطي كل واحد القوشي الذي سيعطي الله الذي سيكون يلعب الليسر ويكون لنصيري هذا الشيء كامل سيترجع سترى كما قال لنا القبيلة تتعلم اللاعبين همزة لعبين مغربة مختلفة عندك لاعب لاعب عندك أفضل أفضل لاعبين نبكي بقى الشهاد وكي بقى أشغال شفو الشهاد على مستوى الاختيارة التقنية على مستوى التركيبة وما بغينا نظره تعالى الخروج الإعلامي ديال العديل تعربت على أول إذا قلتك ما رأي شو الشيء ولو ما شتيش لا شفتو بديدوه إليه مرحبا أنا مكانش مو مراج وباش يعرفوا الناس أنه هدل برنامج ما كاتمنا فيه لا حيث عنده علاقة واناكين القرده مش عاغب مرحبا لا وشي تصريحها هو مكيش مش للسيل دياله نعم دو الحق أنا متعرفت جملة وتفصيلة هو عاديل تعربت أهدر قال لك بأنه المتفوطاني في ظل العناصر واللاعبين واحد بواحد أرغم يمكنش هذيك الطريقة باش لعبتي بها مع المتحدة جلو الحقيقة ولكن وش تعربت كو كان في وسط الميدان وتقول له بريسي غاي بريسي ويقدري بريسي تسعين دقيقة هندا لا فيزيك ما ما يقدر ايه مكيش طبشي حويش انت مقدرش ديرك على عي هو ما كيدويش مش يجي هو ما كدرش يجي هو كي يقولك بالإمكانيات و بالقيمة ديال اللاعب اللي عندك في المنتخب دابا حمزة كيقولك بأنه ما يمكنش انت تلعب مع فراق فراقية وتعطين فرصة وما يضغطر عليك وقاللك النص ساعة قصي تكون حساسي أنا حاول ناقشك هذا الموضوع في المحتوى اللي قالت عربت مبدئيا ممكن غيتتتافق معه طبعا عنده الحق شكليا أولا قللك الطريقة باش كيلعبوا وليد ما كيعجوش لم تتافقوا مزيان أن اللاعبين ديالنا يخرجوا يهضروا بل أكتر من ذلك أنا كنظن أن كاملي غنتتافقوا لأنه مزيان اللاعبين يهضروا ومن المستحب أنه يكونوا صراحين بحال تعربت حيث كنعرفو كتنطلقوا اللاعبين دوليين في الأوف كيقولك حضراء أغلب ديالا عين تشعلو الكاميرا والميكرو برافو تعربت غيوة لكن مليكت تقول لي أنا مغلبش معاه حيث أنوية ما تفاهموش إلى آخرين استعادي لتعرب الجاف مواسكرة قبل كأس العالم دخل ما بينش ما تختارش ما مشاش الكأس العالم هذيك ربما الجملة أنا كنتحفظ عليها وخصوصا مع السوابق يعني تعربت ماش ديال الجزائر كنتكرو كاملين شنوقع ربما بالنسبة لي مخش اللاعب يفتخ ربايا على أنني أنا مبغيتش نجيحي حيث أنا مغنتفقش معها لا راولي يا درجال يا جي لانك مجانب وطني فوق الجميع والناخب وطني مغنتش ماشي انت مجييتش حيث ما تتفاهمش معها كانتطن ما حاقت انا شوف هذه القضية ما ممكنش كل موقف زعمانة بعض من عادي التعرب تلعب كنغاربت لعاب كنتم بغيوه كاملين انا كنغاربا غير في سياق ديال لاعبي اللي متوفرين حالياً على المنتخب مع التصريح الذي كان لديه في الوالد غير مسبوح لأنه لم يكن يضغطه وكان حسبه مبارا في نص ساعة أو هذا هذا الموقف الذي قال تعرفت أنه نقول بأنه متافق معك واخر أنسو لك على زامبيا سيمو مقامعك محتك سخون لا تجد زامبيا لا تصعب لأنه بكل بساطة ومتخب لعبدنا في كأس فراقيا واذا تتوقع على أنه سيكون بنفس الصعوبة أو لا؟ ربما لاعبين في ظروف مناخية أفضل في الأبديالنا أمام الجمهور التي كانت مننا وحج بكتافة وربما تقدر تكون المقابلة أسهل بالنسبة للمنتخب بعد تألق اللاعبين في أوروبا في العامل للإستقبال في أقادير في حضور الجمهور كان نظن بأنه سيكون هذه الأفضلية للمنتخب الوطني مغرب ولكن مع منتخب الزامبيا رأينا في فلاكان ماشي سهل لحمزة منتخب الذي نرى أنه ممكن يشكل خطرة للمنتخب الوطني نعم بكل بساطة نعم أنا أعود أن أعود أن أعود أن أعود أن أعود للتعربة أنا كنت أتظر مع الزامبيا الطريقة التي سيلاعبوا بها سيستم جولي ممكن أن يدخل به ولي الداري الرقراغي رضي التألق اللاعب لعبنا كنت أرى التوافد من المنتخب الوطني مغرب يبونوا تألق النصيري تألق الكعبي كل اللاعبين يعني المختلف ديال القارات ماذا هادا كل التألق ديال لهم مع الانديا ديال لهم غاد ينعاكس على المنتخب ماذا ممكن تكون شوف انتصار انتصار ما كانت طلبوه انتصار كانت طلبوه انتصار وحتى الأداء تبع المقابلة الأخيرة دويد ديال الله ما انتصار واقعنا كانت طلبوه انتصار لانما هدف الوحيد يسجلنا في جمقابلات هو هدف ضد المرمى ديال لهم يعني ما فشنا في تسجيل من المقابلة النيتس ديال زامبيا ما شغيه في تسجيل المشكل اللي كي ناقشو دانا مع واليد وهذا كي بلية فو ديبا ما كان ناقشوش مع واليد مشكلة تسجيل المهاجمة كتغيب لهم النجاة صناعات الفورس ما هي صناعات الفورس هي اننا من يغيب دى الماتش غنشوف واحد الجملة وهنا غنرجع محليا للراجع الراجع مني كي يبدو اللاعبين كسبلكوا واحد الجملة عند بل عمري وكسبك الهوالج وكسبك في الميليور ما ما خرجهها واحد الجملة ماذا تعتقدوا في المنتخب في المنتخب كان لدينا مخفضة ومعروف أن الواليد يعني أن يخرجها عندما نعود في طرقه ومع الويداد كانت تحسين المباراة الكبيرة بالفرديات المباراة الاهليف النهائي حسن الأبطال حسنهم لديها قوية فردية وحسنهمها بحيث مباراة العالم لديك تحسين بالفرديات لأن هناك تجيل نصيري لو ما كانت ممكن كنا خرجوا في ضربة الجزاء ولكن الآن واشواليد غادي قدر بهذا اللعابة يعطينا واحد له سيستم لنشوف غي صناعة الفورص بعدها عندي براهيم دياز وعندي حاكم زياش إلا باقيه واليد وعندي الرحيمي بلزابيل ديال وعندي هذا شي كامل خاصة اني حتى إذا كانوا فورصوا كيضيعوا نجاوزوا بعدها النقاش دير صناعة الفورص عاد نوصلوا للتهديف واش اللعابة كيسجلوا ما كيسجلوش كي تسوفقوا ما كيتوفقوش لذلك حتى نرجع للجواب على سؤال مباراة زامبيا ستكون أصعب لذلك لأننا رأينا في المباراة السابقة الموريطانية وانغولا مباراة ويدية خاصة ما عندما تخسر وزيارات المنتخب المغربية تاكسيكية زامبيا ستأخذ لكي تخوى بوان حيث مباراة رسمية ويجب أن يكون لنجو طالع أكثر وزامبيا ستأخذ لكي تلعب وتعطيك في ضربة لك ستأخذ لك حداث حداث اللعور حلها في كيمن وحلت يا ضمك هنا وليد والتقم التقني ديره لن نذهب على وليد سيكون لديهم بزاف الطرق والحلول لكي يمكنهم هذا الدفاع المترس لذلك الزامبيا يتبلكه قبل إذا لم يتبلكه ومشون معه في الوقت يمكنهم يتخذ لكي تخطيك وكذلك مع الدفاع اللي غاد يكون نوعا ما تقيل نيف أقرد اللي راجع من إصابة باقي ما عرفناش المستوى اللي يوجد هو وجود ولكن في مباراة رسمية يجب ان اتخذك طريقة لكي تتخذك ديره كبير أنه التقم التقنيب سيقرره على رسمية بالأكد ولا يوجد ما يتحدث قد يكون معه على رياض لأنه رياض دابا يجب أن يحصل على المبارسة من البارسة أو بيتيز انا انا اظن ان يقرروا توقعه هذا ترى إبداع كلها انا اظن ان اشدوا رياض ديره او الوليد دير التخوة سنك دابا ربما يفاجئنا قدرت وكانت منك سيس عندو هذيك الابويسان فجأنا سي وليد ما كرأنا سيس في البداية دياله ما كانت قلب دفاع هذا الشيء ما نريدنا نريدنا الربحوقة على الماتشاش لا بطبيعة الحركة نتمنى للنجاح نريدنا وليدي بقتل كأس العالم غانم سيس في البداية ديال المسار دياله ما كانت قلب دفاع كان قاسر هنا في الأخوة سيس هو قلب دفاع الأوسط خصوصا ما غيب أمر رابط يقدر يقدر أنه يدير أدوار ديال المرات أنا أمر معك بعيدا فيمكن أن يكون مستقبلة ولكن من يمكن أن يقوم بثلاثة خمسة جوج يمكن أن نستبدأ من اللاعب والذي يقول لك عليك أن يكون هنا في الطالية وهو أدامة سينا الذي يقدرين نفعنا بثاف للميزة الصغيرة الذي يدكر المستوى دياله وكي ينضيق بروفائلات مزيلا للمشيوا فيها ولكن نحن أخرا نتمنى وأنه هو وليد رقراجي يبقى معنا تل ألفين وستة وعشرين أو أكثر وينجح إن شاء الله ونديوك أسفرقيا هذا هو الأدوة التمنية دينا لأنه طموح مشروع ذلك الشي اللي حققنا مع وليد ما غير يتعاوج كانت منه يتعاود ولكن لم يحققه لا لا اسمح لي همجل اللي ينبغين نسترع لا أرى ما هو وليد أرى مشروع دوله لا أرى مشروع كبير لا أنا حدرت على قطر حدرت على قطر قلت أنه ما حققه وليد كبير وكبير وكبير وحنا كانت منه ومحقا على أنه يتجاوز هذه المرحلة الصعبة وينجح هذا الشي اللي يتمنى أي شخص يبغي المنتخب الوطني ولكينا نطرح واحد سؤال اللي هو وخص يتطرح واللي كنظن أنه في الداخل دي لكل واحدة الساعة واش هي ربما المقابلة للفرصة الأخيرة لوليد القراغي وعلى زامبياك تقبل بأن الكونغو نطرح السؤال بصيغة أخرى واش هي المباراة الأخيرة واش الجامعة والإدارة التقنية للجامعة عندها بروفيل أخر واش عندها البديل أنا لا أظن لأن الحدود الساعة تنسيق ما بين وليد وما بين طريق سكيشيوي وأنه بدلنا مدريب المنتخب الأولمبيا لقبل الواليد كي يبين أن أتقي الكاميرا معطي الواليد عنده لكارت بلانس باش أنه يدير مبغى السور بروفيل اللي قريب اللي والحوسين عمو تكين فيه دائما أنه يجي المغرب وعنده رسيبات دائما للمنتخب الأردني واش غالي يكون بروفيل أجنابي واش غالي يكون مباراة الأخيرة الواليد إذا كانت نفس فرصة آخيرة ماشي ارتباطاً بالآداء نونونونونون ارتباطاً بالنسيجة آي لأخسرنا مع زنبية مثلاً لو تعدني وحسرنا فإذا كانت هنا نتائف ستيلبية ومن ثم أنه لا يحيد ولكن ماذا أكون البادئة كل المضائف بما تبقى هذا الضغط الذي من الجمهور لأنه يكون عادياً راه على الواليد فالي لا يSirد ين kart me كنت أعرف الضغط الذي عليه هذا مثل الدواية الصحفية من كأس العالم من وراها ومن قبل منها كان ندوات صحفية وواليد بلوتاقم دينا كي تبورد دابا ولا واليد شوية حشومي في ندوات تخصت الخيطاب ديالو الخيطاب ديالو كي يقنعش نبرا الخيطاب ديالو تغيرت ما كي يقنعش شوف أنا بالنسبة للماتش ديال الزامب يا نيقردك ياخد كلمة نيشان زياد وارا مصت أمر بير صعبية شوف أجي مرزي حلقة زين نديرو نويا فصفة أنا كنقول بأنه لا يعقل بأنه فضيل هدى الاداء ديال اللاعبين وفضيل هدى الظهر ديال الأسماء والتخمة ديال اللاعبين اللي عندنا الزخم ديال اللاعبين عندنا النجوم الكبار ونشوفوا الاداء اللي كنشفوه هذا بالنسبة لي انتقدر تقبيل على الحضر في المنديال مزيان هذا كي اللي حققنا وكي ما قال عدنا نهو مشروع الدولة ديال كاس العالم ولكن هذا كي خصويا ينعاكس على مستوى نستطنوع على المستوى كاس إفريقيا نهو مشروع الدولة نهو مشروع الدولة هذا ينبغينا على البطولة ينبغينا على الرجال الويداد الرجال الويداد لماذا ينبغينا هذا من الملعب لهم لأن هناك أشغال كبيرة في مركب محمد الخاميس نحن نبغينا بطولة على قدر والموسم الذي جاءته سيكون بلا ملاعب ونبغينا الإصلاق الضربية اليوم في هذه الأشغال صباحا مساء وفي واحدة وثيرة عالية لذلك من هنا لكوبدافريك الذي لا يمكن أن تكون في المير 26 هذا هو السؤال أنا بالنسبة لي أريد أن نختم المرحلة الزامبيا إلى والد لم يكن هناك نتيجة إيجابية لهذا من الأحسان من الأفضل والد هو هو بعد بعد المونديال وكاس إفريقيا وفي كاس إفريقيا الباهية التي إصدبناها كاملين والد كانت أرى سؤالات ونرى أخرى وثاني يأتي مرحلة موالية هذا أفضل هذا التألق للعبين و هذا الظهور و هذا الأسماء أنا في نظري أبهذا اللعبين هذا هذا أستطيع أن تلعب لا أستطيع أن يبقى لن يكون أخبره أستطيع أن تقوم بقابلك يا جنيد هذا الإجرسيز لدينا واحد للسافر للمنتخب الوطني بصعوبة صعوبة جدا نعم جوجل واحد المنتخب و للأداء جوجل واحد الأداء نجعله لا يوجد لا يوجد الكاميرا يقولي 3-3 أو 0-0 0-0 0-0 لا أخوي 3-0 لا يوجد مشكلة 3-0 أنا تفاعل بزاف أخوي لا لا يوجد أن يكون لا يوجد أمسك لأنك تكون جدا نعم نقول هذا شيء كامل و نقوله نعم لا لا يوجد أن يوجد الأداء لا 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 لأنهم إذا كانت تتحدث ما في الأخذتي لا تتحدث عن الإدريسي التي تشترك في كونكاكاف لا تتحدث عن السيباري التي تتعاملها نعم تفرج هذه الإدريسي وراء أفضل أرقام وراء أفضل أرقام وكانت مواجهة وسط مواجهة وستجر وما تحسب لهشناه وما كانت تأتي في هذا الليست وفتحت نقاش فشكال لأن أسام الإدريسي جاب الزاب المرات وما كيقنعش صحيح ولكن داباف أحسن فورما ديرو وراء جاب أحسن فورما ديرو مع فصدور الولاندي نقاش تاكسيكي لاخو اللي أخو سنترحوه هو أمين حاريس تاوكي يجي ديما يكون باغ فيما لوهم يأتي المنتخب يطفعه إذا أمين حاريس مني يأتي بواليد إما كيلاعبوه تاوكي وإذا كيلاعبوه رسمي يعطيه الكورواغ وحاريس ما كيرتحش في الكورواغ هذه معروفة هناك مشكلة لنضعه في رمض الشيلي قبل كأس العالم يضعه ثمانية هم يتحلوا البيبان لا تلاعبوه باشرة إذا كانت أخوات أو أخوات سنكدوه يمكنك أعطيك عشرة هناك مشكلة مع واليد كما يقوله جي منو عليه هو أنه أعطيك مثال ناقش وناقش طاكتيكي هذا الشيء الذي لا يمكنك أعطيه مثلا حاريس هذا الشيء الذي يطلبه واليد مقابلات التي قبل كأس الفرقية أعطاه أعطاه في مقابلات التنزيل أمن الله حتى أقول لك ربما أنا حاريس صراحة بالبروفيل وفي الكاريزما كان يبقى لعب لكادر في المنتخب الوطني ربما جزء من الجمهور يقولون أنه أحد من اللاعبين لا يجب أن يكون لديك العدر أنا لم أكن أعطيك في هذا البروفيل يعني أنا أعطيك في الكاريز يجب أن تحررها بحالة الكثير من اللاعبين يجب أن أعطيك في الأدوار هذا الرحيمي يجب أن أعطيك في سعود ولكن هناك المشكلة أن الواليد تعرف لماذا يلعب العين السعود وقال في الصحفية قال أنه يلعب قلب الهجوم لأنه يجب أن أعطيك في سعود والعين قال أنه يلعب المشكلة وأن يجب أن تكون لديك في قراءة الخصم لذلك الرحيمي يأخذ المباراة لأنه يأخذ المنتخب ما أن يجب أن أعطيك الخصوم لماذا أعطيك السعود الرحيمي يمكن أن يكون الخصوم الراجعة لا يصلح للأدوارد سعود يجب أن يكون لديه وهو جمد ميسي اللي هو النصيري اللي يقدر يأخده في اسمه اللي هو الكعبير اللي يقدر يجر للقلوب دفاع ولكن الراحيمي نعطيه تسعود في حالة الطوارئ إذا كنا لعبين مباراة مع فارق للي خرج يلعب عندي مثلا المنتخب مصري المنتخب مصري ما غي تسنك اللور سيخرج يلعب الكورة نقدر نفاجئه براحيمي دونك هنا التوظيف ولي درها عارف أنه هذا فين كي توظف طبعا ولكن الشجاعة إبعاد وإبعاد الأسماء والتوظيف لها بطريقة أخرى هي لك كيف تقدر حدود الساعة واحد سؤال سأختمه مادام كنت تتكلم عن الفعالية وكنت تتكلم عن المشكلة دائما كي تعود إلى الهجوم ولكن هناك جوج أسماء الأرقام لك تتكلم عليها هذا الموسم أيو بركابي طبيعة الحال مع أولمبياكوس يوسف موسم كبير يوسف نصاريك كدار موسم جيد جدا خاصة في الخيتام ديره توقع ديك عدنان كابي ونصاريك قبل الهجوم أظن أن يمكن أن يخرج الوال يخرج في كاتكات لأنه صعب في خطرة واحدة ربما كاتكاتات يكون معه بروفيل من غير الكابي لا كرحيمي أو كعدلين كثير من أيو بركابي ستتلحطي في كاسفرقيا مع واحد نهار لعبنا بركابي ونصاري يتعدبون بجوج بثثاف لأنه كان مايه ولي يصلحه شوية من رغبه لكي تقدر يمكن أن يلعبه بجوج يمكن أن يلعبه بجوجه يمكن أن يجعله بطوش ويكون رحيمي ونفيد يمكن أن يلعبه بجوجه الكابي لا يزال الله يغرشي لأن هؤلاء الناس الذين كانوا في الكوبديومون كانوا عاطفياً وليس غير عاطفياً أرقامي للنصاري تتكلم عنه مؤخراً لكن أيوب الكابي يمكن أن تتعطف لأنك جماهير لماذا؟ الكابي بدأ معنا هنا الكابي كان في الراك الكابي كان في بركان كان في الويدات بثافت المرات ولكن تقنياً الكابي ولكن النصاري ليس هنا نصاري ليس هنا الفرق أن الكابي صحيح يسجل أهداف كبيرة ودر مباريات كبيرة الخصوم يكون هما في الكونفيرنس ليغ الفراقي اللي كي تقلصوا السبعة ستف بولدانهم أحسنوا مياه أستون فيلا وفيورنسينا نصاري على البارساك يضرب بي تجوج ثلاثة على الريار ومعنده مشكلة نحن نقضوا القوة لا يمكن أن يكون المقادر لا يمكن أن يكون المقادر لا يمكن أن يأتي 30 بيت 30 بيت في المؤتمر وهو الثالث أوروبي ليس هناك نصاري الذي يسجل في دوري أبطال أوروبا واضح نفس قادي كانت نصاري ولو أنه الكعبي موسم كبير يعني موسم عظيم جدا عظيم جدا ولكن بدأوا بالنصاري في البداية بعد ذلك ربما يكون صغير والأهم هو عندك جوج دي الله جوج دي الله جوج دي الله واضح كانت حلقة خفيفة وزوينا أخويا عدنان نصرفتنا وماشي الأخرى مرحبا إن شاء الله مزال تحضر معنا سيمو قردا سيتوجو غانت لاجيخ سعيد جدا مرحبا بك دائما نلتاقي إن شاء الله أصبع المقبل المرة المقابلة لا ممكن هذه الكاسكيدة للتخالد دكتور غير لك تخلي مرة عندكم مزار مخرجات تصبع اليوم نعم 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 شكرا شكرا نعم نعم جميل جدا شكرا 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 على حسن المتابعة نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله إلى اللقاء